أما النادي الأهلي فعنده مواجهة في منطقة القوة غدر أمام الاتحاد السخندري وزي ما أنتم عارفين بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي القائمة يعني فيها تطعيم كبير جدا من اللاعبين الشباب الناشئين عشان يريح الأهلي باقي لعبي الأساسيين الكبار وبالمناسبة قبل ما أقوله القائمة الأسبوع اللي فات قبل ما النادي الأهلي يعلن بيوم أو يعلن بيوم أنه هيعتمد على الناشئين أو الشباب فيما تبقى من الدورة وهيريح اللاعبين الكبار كنا هنا مع حضراتكم وقلنا واكترحنا أنه الأهلي يعمل هذه الخطوة والخطوة دي مهمة جدا أنا مش بقولك كده عشان أثبت لك لأنا قلت قبل كده أنا بقولك كده عشان أشرح لك ليه الخطوة دي مهمة الخطوة دي مهمة أن الأهلي فعليا عنده لعبين مرهقين جدا لعبين مستهلكين جدا والدوري بصراحة شديدة كده الأهلي نفسه معترف أو حاسس حتى بالكارات دي أنه باعت باعت كتير إذا مالك منتشف أفضل أحواله والأهلي أموره صعبة جدا في ضغط المباراة والإصابات الكثيرة والنتائج المتراجعة طيب اعتمد على اللاعبين شباب تفرج عليهم شوف مين اللي هيصلح يكمل معاك الموسم الجاي شوف مين اللي هيصلح يدعم قائمة الفريق الأول وفي نفس الوقت تريح اللاعبين الكبار عشان يقولك الموسم الجديد وهم مفرش فأفضل حالة بدنية فقد تستفيد منهم لسنتين ثلاثة كمان قدام زي سنتين ثلاثة اللي قدوا فيهم الفاتر اللي فات تستفيد منهم في السنتين ثلاثة اللي جايين حانا عندها اللعب يرايح عشان يقعد يلعب سنتين ثلاثة واربعض ومش موسم على بعض بس ماشي دي خطوة في منتهى الأهمية عملها النادي الأهلي وقرار حكيم جدا عشان كده حرصت المرمى بكرة في قائمة النادي الأهلي مفرش محمد الشناوي فيها علي لطفي وفيها مصطفى شبير وفيها حمزة علاء وفي خط الدفاع هيتواجد رامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد خليفة ومحمد أحمد شرقية وخط الوسط هيبقى فيه أليو ديانج ومحمد محمود وبرستا والويس ميكي السوني ومحمد فخري ومحمد حمدي وميدو نبيل وزياد طارق وأحمد سيد عبدالغني أو عبدالنبي عفواً وفي خط الهجوم حسام حسن وصلاح محسن وإحمد سيد غريب وعلي عمر دي قائمة النادي الآلي اللي مليانة شباب شباب كان مواحد بقى تمانية تمان ناشئين جدد في قائمة النادي الآلي هم حمزة علاء في حراسة المرمى حمزة علاء سبق النشارك مع الاهلي في بطولة كأس الربطة وده خلال مباراة البنك الآلي في ختام دور المجموعات بالبطولة وأيضا محمد خليفة نصير مدافع ويجيد كمان اللعبة في مركز الوسط المدافع وشارك في ثلاث مباراة بكأس الربطة مع الآلي وانتفكين كأس الربطة الآلي استخدم عدد كبير من لعبي الشباب ومحمد أحمد شرائية مدافع أيضا وشارك في ثلاث مباراة مع النادي الآلي في كأس الربطة محمد أشرف بكري هو مدافع أيصر والآلي في أمس الحاجة لمدافع أيصر مع علي معلول شارك في أربع مباراة بكأس الربط كمان أحمد سيد عبد النبي مدافع أيمن وشارك مع الأهلي في أربع مباراة بكأس الربطة ويميدو نبيل صنع العاب شارك مع الأهلي في مباراة واحدة كبديل ببطولة كأس الربطة ومعاه محمد حمدي علي ملقب بمسي صنع العاب ولم يشارك مع النادي الأهلي في أي مباراة من قبل علي عمر كمان مهاجم ولم يشارك مع النادي الأهلي في أي مباراة دول ناشئين وشباب النادي الاهلي اللي هايشركوا بكرة أو هيبوا موجودين بكرة في قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري وخيرا فعل النادي الاهلي بالاعتماد على شباب أكتر آه الأهل فترات المضاية كان عنده شباب بالمناسبة يعني الأهل الفترات المضاية كان عنده شباب بالعب وزيد طاري محمد فخري وكريم فقد على فكرة لعاب شباب يعني عشان بس هو صفقة ولكنه لعب شاب عندك محمد عبد المنعم لقب شاب يعني اولا اهلي كان بيعتمد على شباب بس انت محتاج دعم اكتر مع النقص العدد الكبير مع الارهاق اللي عند معظم اللاعبين محتاج تدعم الفريق بعدد كبير من الشباب والاهم بالنسبة لك انك تشوفهم تشوفهم في المواجهات دي يبقوا عاملين ازاي وكأنهم صفقات جديدة في المستقبل لو نجح احدهم في المباريات التالية للاهلي في الدوري الممتاز